يشارك في الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 1047 ناشرا من 53 دولة تأتي على رأس المشاركين المملكة الأردنية الهاشمية التي حلت ضيف شرف لهذه الدورة ها هي نافذة مصر الثقافية تفتح أبوابها للعالم من جديد من خلال الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعكس المعرض حرص مصر ببناء الإنسان ثقافيا وفكريا وهذا ما ترجمه شعار هذه الدورة على اسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع المعرض مهتم هذا العام بأن يكون لديه فعاليات ثقافية تقدم الكثير مثل القدوة لأجيال قادمة يضم صناع المحتوى معنا هذا العام بالإضافة إلى مبادرات وفعاليات لبناء الوعي وتحصين الفكر كل شيء إن شاء الله كما قلت وأكرر نحن في ساحة تسقيف مهم ساحة تسقيف لابد أن نستثمرها جديد السنة دي إن شاء الله فيه أكثر من 500 فعالية فيه ضف شرف المملكة الأردنية الهاشمية فيه جناح للطفل مخصص الصالة 5 فيه كل فعاليات للطفل من ضمن الفعاليات ورش الحكي والرسم وأجنحة لبيع كتب الطفل أيضا قبل يوم من فتح أبواب المعرض للجمهور تجولنا داخل المعرض بين الأجنحة والقاعات لنتعرف على المشاركين الذين بلغ عددهم 1047 ناشرا من 53 دولة تأتي على رأسهم المملكة الأردنية الهاشمية التي حلت ضيف شرف لهذه الدورة ليقدم أصحاب دور النشر الحكومية والخاصة الكتب في المجالات المختلفة بأسعار مناسبة مع تقديم بعض الخصومات للجمهور خاصة أن هذا المعرض يؤكد اهتمام الدولة بصناعة النشر كون ضيف شرف الزائر لهذا المعرض يرى سردية وطنية أردنية كما يرى رؤية مستقبلية رؤية صاحب الجلالة الهاشمية في كل ما يتصل بالتحديث الاقتصادي المشاركة السياسية بكافة مستوياتها والعلاقة الثقافة بالتنمية علاقة الثقافة بنوعية الحياة وفيه إطلالة كاملة على العلاقات المشتركة وتمتين أهمية تمتين العلاقات المشتركة بين بلدينا في المعرض هنا عمدنا جنحين جنح للعرض هنا وجنح للبيع في الناحية الثانية المكتبة بتجيب عينة كبيرة من الإصدارات المكتبة لدينا عدد ضخم جدا من الإصدارات قربنا على ألف إصدار في المكتبة كتب مختلفة بتعالج قضايا مختلفة ولأول مرة تتواجد المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجناح خاص لها بفعليات يومية ومصابقات ثقافية وجوائز عينية للفائزين أول مرة حياة كريمة تكون موجودة في معرض قرارة دول الكتاب في دورته الحالية المعرض موجودة علشان يعرف الجمهور المصري اللي مش موجودة في قرارة حياة كريمة بموجود حياة كريمة في كل مصر سواء في قطعة تنمية وبناء الإنسان ده الجزء مهم جدا جدا وكمان برضو في الجزء التطوير والبناء والتعمير الموجود على الأرض في قرارة حياة كريمة في مصر كلها المعرض كرم أدباء وشعراء مصر باختيار الكاتب صلاح جهين شخصية المعرض والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال ليبدأ الجمهور رحلته الثقافية والعلمية بين أجنحة المعرض بدءا من السادس والعشرين من يناير وحتى السادس من فبراير من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساءا وراء كل كتاب فكرة ووراء كل فكرة خطوة للأمام وهذا ما تسعى إليه مصر في تحقيق رؤيتها لبناء الجمهورية الجديدة بحرصها على تنوير العقول بالثقافة والمعرفة ليرسخ المعرض ثقافة القراءة ويكون الوجهة الثقافية الأهم للعالم محمود جميل التلفزيون المصري